سنة 1990 عالمين ما يعرفوش حاجة عن بعض يكونوا شغالين على خلايا الجهاز المناعي فتيجي في دماغهم هما الاثنين نفس الفكرة لعلاج ضد السرطان الفكرة اللي في 2018 تخليهم هما الاثنين ياخدوا بيها جايزة نوبل وفي 2022 تخلي مجموعة من الباحثين يطبقوها على نوع شديد الفتك من السرطان والمفاجأة انها تحقق نسبة نجاح 100% في علاجه بس من هما العالمين دول وإيه هي الفكرة وإزاي الباحثين دول طبقوها وكمان إيه هو شكل المستقبل بتاعنا في علاج مرض السرطان هذا ما سنعرفه ولكن بعد الفاصل سلام عليكم لو في طفل صغير كان بيعدي الطريق وشاف عربيات جاي عليه من بعيد فالحل الآمن اللي يخليه يعدي الطريق بأمان إنه يكمل الطريق ويعدي بسرعة أو إنه يرجع تاني للرصيف بسرعة إنما لو الطفلة دارتبك ووقف فغالبا العربيات اللي جاي من بعيد دي هتخبطوه وهو ده اللي بيحصل بالزبط في حالة السرطان السرطان ما هو إلا خلايا عادية وطبيعية من خلايا جسمك إلا إنها في مرحلة ما ارتبكت وما ما قدش عرفت الصرف إزاي خلايا جسمك لما بتتحطط احت ضغط معين زي المواد الكيميائية مثلاً أو الإشعاع أو حتى ضوء الشمس بيحصل لها تلف في المادة الوراسية المادة الوراسية دي تعتبر بمثابة العل بتاع الخلية والخزنة اللي جواها المعلومات اللي بيلاقنا عليها الخلية بتصرف واللي من غيرها الخلية هتبدأ تهرتل وتعمل تصرفات تضر الجسم بس التلف ده لما بيحصل في معظم الأوقات المادة الوراسية بيبقى عليها المعلومات اللي بتقدر بها تصلح التلف ده والمعلومات دي بتقدر تعمل بيها مركز صيانة معتمد موجود جوا الخلية قادر أن يصلح أي تلف على أكمل وجه وحتى لو ما قدرتش أنها تصلح التلف ده فالخلية برضو عندها خطة بديلة عن طريق إنها عندها برضو معلومات تانية بتوجه بها الخلية لعملية الانتحار ببساطة كده الخلية لو ما قدرتش أنها تصيم من نفسها بتبعت إشارات للجهاز المناعي أو كرات الدم البيضة بحيث أنها تلم كرات الدم البيضة حواليها وتخليهم أنهم يفتكوا بيها ويقتلوها وأي حال من الاتنين سواء بقى الصيانة أو الانتحار فهو يعتبر بمثابة طوق النجاح لبقى الجسم لأن الخلية لو وقفت مرتبكة وما عملتش صيانة أو حتى انتحرت فالتلف ده بيضرب المعلومات الموجودة جواها وبيخال الخلية تهرتل وتتحول لخلية سرطانية طيب وإيه المشكلة؟ المشكلة يسيدة أن الخلية السرطانية دي خلية بيضة مبتقدران تقوم بوظيفها يعني لو كانت خلية كابيدية مثلا فمبتقدران تخلص الجسم من السموم ولو كانت كرة دم بيضة فمبتقدران تهاجم الميكروباط ولو كانت كرة دم حمرة فمبتقدران تنقل الهمجلوبين وبالتالي أصبح عند خلية ملهاش لازمة طيب هترجع وتقول لي طيب إخدام indoituional تقوم بالوظيفة بشو مهمما عن الخلية دي وهنا تكمن المقساء الخلايا السرطانية مش خلية هادية وعالة زي الخلايا العادية دي مرووشة بتفضل تنقسم وتتضاعف بشكل هستيري ده كمان ملهاش عدد معين من الانقسمات بتقف بعديه دي خالدة ما بتموتش الجسم بقى لما بيبدأ يشوف ان عدد الخلايا عمال بيزيد فيبدأ يقلل من انتاج الخلايا السليمة ومع الوقت بيبدأ عدد الخلايا السليمة يقل وعدد الخلايا البيضة بيزيد لحد ما العضو الكامل يتحول لخلايا بيضة وبالتالي العضو ما بيقدرش يقوم بوظيفته والاخطر من كده ان الخلايا السرطانية دي مستبتة في مكانها زي الخلايا العادية دي بتتحرك سرعة انتاج الخلايا السرطانية ما بيدهاش فرصة انها تندج وتستوي وتلزق في بعضها وبالتالي بيبقى سهل عليها انها تنفصل عن بعضها وتسيب مكانها وتمشي مع طيار الدم وتروح لاماكن تانية تعمل فيها بقر سرطانية جديدة وبعد ما كانت عند المشكلة في عضو واحد بتبدأ المشكلة تنتشر لبقى الاعضاء في الوضع العادي والطبيعي كل خلية من خلايا الجسم بتاخد عينات من البروتينات اللي موجودة جواها وتعرضها على سطحها والبروتينات اللي موجودة على السطح دي بتبقى بمثابة البصمة اللي بتفرق كل نوع من الخلايا عن التاني والجهاز المناعي او كرات الضم البيضة بتبقى عارفة كل البصمات اللي موجودة على الخلايا دي وبالتالي ما بتهاجبش خلايا الجسم العادية انما لو دخل فيروس او بكتيريا وهاجم الخلية فالخلية بتاخد عينات برضه من البروتينات اللي موجودة عليه وتعرضها على سطحها ساعتها كرات الدم البيضة بتبدأ انها تتعرف على البروتينات الغريبة دي ويا اما بتكتر وتزيد وتبدأ انها تهجم المايكروب او انها بتبدأ تصنع له اجسام مضادة ودي الطريقة اللي بيشتغل بها الجهاز المناعي كنت عملت فيديو قبل كده ومدته 20 دقيقة تقريبا ما سابش حاجة في المناعة الا ما تكلم عنها ومن مصلحتك انك ترجع وتشوفه المهم بقى سيدي ان الخلية السرطانية دي ما هيش فيروس او بكتيريا دي في الاصل خلية عادية وبالتالي البروتينات اللي موجودة عليها بتبقى شبه البروتينات اللي موجودة على الخلية العادية ومجرد اختلافات طفيفة نتيجة للجزء اللي تضرب في المادة الوراسية وبالتالي بيبقى صعب على كرات الدم البيضة او الجهاز المناعي انه يتعرف عليها ويموجدها وعشان كده الجهاز المناعي بيقف عاجز قدام الخلية السرطانية في معظم الاقوقات حتى في العلاجات المصنعة مفيش علاج تقدر تقوله ان هو حل قاطع وجازر للمشكلة ده لان المادة الورصية كبيرة جدا عبارة عن 3 مليار حرف والتلف ممكن يحصل في اي حرف فيهم وكل منطقة بيحصل فيها تلف يبتسبب نوع مختلف من السرطان يبتعمل درجة صعوبة مختلفة في علاجه وعشان كده هتلاقي مرضى السرطان دايما ما بيتعلجوش بنفس الطريقة دول بيتصنفه على حسب الخلل اللي بيحصل في جيناتهم وكل خلل بيبقى له بروتوكول علاجي مختلف عن الثاني اشهر العلاجات المعتمدة في السرطان واللي اكيد سمعت عنه هو العلاج الكيماوي او الكيموثيرابي والعلاج الكيماوي طبعا مش نوع واحد ده انواع كتير لكن الهدف النهائي منها انه يوقف انقسام الخلايا وتضعفها والعلاج الكيماوي عمل بالزبط زي الاسمانت المغشوش اللي لما بتبني بها مرة بتتهد انت مرضو بتدي العلاج الكيماوي للخلية بدل الاسمانت الحقيقي فتبني نفسها فيه فتنهر وتموت وايوا بزبط زي ما سمعت كده الخلية اي ان كان نوعها سواء كانت خلية عادية او خلية سرطانية للأسف الاعلاج الكيماوي ما بيقدرش انه يفرق ما بين الخلية العادية والخلية السرطانية اللي بييجي في سكته بيضمره بس عشان الخلية السرطانية انقسامها سريع فمعدل استخدامها ليه بيكون اكتر وبالتالي بتتأثر به بشكل اكبر لكن ده ما يمنعش برضو ان الخلية العادية هي كمان بتتأثر به ده بخلاف ان جوه جسم الانسان اصلا فيه خلية طبعتها انقسامها بيكون سريع زي الخلية المبطنة للفم والامعاء وبصيلات الشعر والخلية التناسلية وبالتالي الخلية دي هتتأثر به زي الخلية السرطانية بالزبط وعشان كده بتلاقي دايما فيه اعراض مصاحبة للاجل كيماوي زي تساقط الشعر والقرح اللي بتحصل في الفم وقلت الخصوبة وضعف الجاز المناعي وبرغم الاثار الجانبية للاجل كيماوي الا ان قدرته على الشفاء مش دايما فعالة في جماعة نوع سرطانات فيه سرطانات نسبة الشفاء به بتتجاوز التسعين في المية زي سرطان السادي مثلا وسرطانات تانية ما بتزيدش عن عشرة في المية زي سرطان البنكرياس حتى جوه نوع السرطان الواحد بتختلف نسبة الشفاء على حسب نوع الخلل على سبيل المثال في سرطان الدم الميلودي مثلا لو سببه الخلل للناتج عن ترانسولوكيشن تمانية واحد وعشرين فبتتوقع ان استجابة المريض للعلاج بتكون كويسة انما لو سببه ترانسولوكيشن ستة تسعة فبتتوقع ان استجابة المريض للعلاج بتكون ضعيفة ده غير ان المريض الواحد ممكن يكون عنده خلاة سرطانية نوع التلف فيها مختلف عن بعضه وبالتالي ما بتقدرش تحددله نوع بروتوكول العلاج السليم مش هو العلاج السحري فكان لازم نفكر في حاجة تنفع مع الناس كلها بجانب ان اثارها الجانبية تكون اهدى من العلاج الكيماوي ومن هنا جهة التفكير في العلاج المناعي قاله طب ما تجي نفوق الجهاز المناعي والنشاطه بحيث هو بنفسه يقدر ان يكافح السرطان وبالطريقة دي هيبقى عندنا وسيلة امنة ومتخصصة وتنفع مع كل الناس اولى المحاولات اللي اتعاملت في السكة دي كانت سنة 1890 قبل حتى اختراع الالاج الكيماوي على ايد الجراحي الامريكي وليام كولي الرجل فكر في ابسط حاجة ينشط بها الجهاز المناعي قال نجيب بكتيريا نحقن بها المرضى وبالتالي الجهاز المناعي وقراطة ضم البيضة هتنشط عشان تقومها وبالمرة تكافح السرطان وبرغم ان احد المرضى اللي كان شغال عليهم وليام كولي كانت استجابته لعلاج جيدة الا ان بعدها ظهر الالاج الكيماوي اللي الناس افتكرت كلها ان ده العلاج السحري وبالتالي الشغل في السكة دي وقفه وتعطل الا اننا بعد مئة سنة من فكرة كولي تحديدا سنة 1990 لما استخدمنا العلاج الكيماوي وعرفنا قدرته المحدودة في العلاج واثاره الجانبية رجعنا تاني نفكر في شغل كولي بس المرة دي فكرنا بدل ما نحقن المرضى بكتيريا وبالتالي نديلهم مرض فوق المرض اللي عندهم احنا هنحقلهم بلقاحات البكتيريا دي وبالتالي هننشط الجهاز المناعي بدون ما نسبب مرض ومن اشهر اللقاحات اللي استخدمناها وكان لها نتائج ايجابية كان لقاح الدرن اللي استخدمناها في علاج سرطان المسانة اللقاح ده كان بيتحقن في المسانة فيهيئ كرات الدم البيضة ويستدعيها انها تروح للمسانة عشان تقوم البكتيريا ولما بيجتر عدد كرات الدم البيضة في المنطقة دي بيديلها فرصة اكتر في التعرف على الخلالة السرطانية ومهاجمتها وبالتالي كان اللقاح ده نتائج ايجابية في علاج سرطان المسانة خصوصا في مرحلة الاولى بس اذا كانت الفكرة دي نفعت مع سرطان فما نفعتش مع مية ما تقدرش انك تعامل من التجربة في نفس السنة العالم جيمس آلسون من جامعة كاليفورنيا كان شغال على بروتين اسمه 6LA4 موجود على كرات الدم البيضة اللي من نوع تي واللي بيشتغل زي فرامل للجهاز المناعي خلاية تي لو انت حضرت معنا حلقة المناعة هتبقى عارف انها من كرات الدم البيضة اللي وظفتها تتعرف على الاجسام الغريبة وتفتك بيها الا ان وجود البروتين ده على سطح الخلية بيبقى عامل زي الفرامل اللي لو ادس عليها هيفارم الخلاية تي ويمنحها من الهجوم خلاية الجسم العادية والطبيعية بيبقى عليها نوع تاني من البروتينات اسمه CD80 البروتين ده بيبقى عامل زي الرجلين اللي بيشبك في CLA4 او الفرامل ويدوس عليها ويمنع خلاية تي من الهجوم وعشان كده خلاية تي ما بتهجمش خلاية الجسم العادية الفريق اللي كان شغال مع جيمس أرسون قال لك حلو قوي احنا بقى نستخدم البروتين ده او الفرامل ده في الامراض المناعية في الامراض المناعية كرات الدم البيضة ما بتقدرش تعرف ان دي خلاية الجسم وبتبدأ انها تهجمها احنا بقى هنصنع بروتين شبه بروتين الرجلين اللي موجود في الخلاية العادية ونضي للمريض بحس يدوس على الفرامل بتاعت خلاية تي ويمنعها انها تهجم الجسم وبالتالي نتخلص من الامراض المناعية الا ان جيمس أرسون كان بيفكر في حتة تانية خالص قال مش خلاية السرطان دي كدت في الاصل خلاية عادية في منهم اللي هتلاقي عليه بروتين CD80 اللي شبه الرجلين اللي بتدوس على الفرامل وده ممكن اللي يكون بيخلي فرصة خلاية تي انها تدمر الخلاية السرطانية بتكون ضعيفة يعني كل من خلاية تي تحاول انها تهاجم الخلاية السرطانية فالخلاية السرطانية بتدوس على الفرامل بتاعتها وتمنعها طب ما نعمل بروتين او جسمه مضاد اخب به الفرامل بتاع خلاية تي وبالتالي الخلاية السرطانية مش هتقدر تدوس على الفرامل ومش هتقدر تمنع خلاية تي من الهجوم الراجل عمل لأجسام المضادة اللي بتعطل الفرامل اللي موجودة على خلايتيه وحقنها في مجموعة من الفران المصاب بالسرطان والمفاجأة ان الفران دي خفت ومع ذلك محدش عبره لحد ما جربها على مجموعة من البشر المصابين بسرطان الجلد ولاحظ انه رفع معادلات الشفا العالم ساعتها بدأ ينتبه في نفس الوقت اللي كان شغال في جيمس أليسون على فرامل CTL4 كان في علم ياباني تاني اسمه تازوكو هونجو كان شغال بيكتشف نوع تاني من الفرامل اسمه BD1 والمفاجأة ان BD1 ده كفرامل كان أقوى من TCL4 يعني اذا كانت TCL4 فرامل عادية فالBD1 ده ABS وبدأ هو كمان يعمل لنوع الفرامل الجديد ده أجسام مضادة عشان يخبيها بيها وبدأ العلماء يجربوا الأجسام المضادة دي على أنواع كترة من السرطانات زي سرطان الجلد وسرطان الدم وسرطان الكولة والمفاجأة انها كانت بترفع من نسب الشفا والنتيجة للشغل بتاع أليسون وهونجو أخدوا جائزة نوبل في الطب سنة 2018 ومن كام يوم مجموعة من الباحثين في شركة جالاكسوس ميس كلاين نشروا دراسة عملوها على 12 مريض عندهم طفرة اسمها MMRD سببت لهم سرطان المستقيم الباحثين دول قالوا تعالى ما نجرب الأجسام المضادة بتاعت هونجو أو الأجسام المضادة للBD1 ونشوف نتيجاتها ايه على المرضى دول وخب بالك ان الناس دي العلاجات التقليدية ما كانتش جابة معهم نتيجة دول بيجربوا عليهم عشان كانوا هوبلس كيس المفاجأة ان الدواء ما رفعش نسب الشفا ده حقق نسبة شفا مقدارها 100% اللي 12 مريض خفهم السرطان طبعا دي كانت مفاجأة للمجتمع العلمي مفيش دواء ايا كان بيحقق نسبة شفا 100% ده دواء البرد ما بيحققش نسبة شفا 100% وبالتالي الناس ايقانت ان الدواء ده وعت جدا بس محتاج ان احنا نجربه على عينة اكبر لان 12 مريض بس مش عينة كافية واذا نجح على العينة الاكبر فاحنا كده بقى معانا علاج لسرطان المستقيم وعلاج نهائي العلاج ده سموه الدوستر ليماب وعيبه الوحيد حتى الان ان سعر الكورس بتاعه بيتجاوز 80 الف دولار بس واحدة يسأل شمعنا نفع مع سرطان المستقيم وحقق نسبة 100% ومحققش النسبة دي مع كل انواع السرطانات لان بساطة فكرة الفرامل مش هي دي الفكرة الوحيدة اللي بتتخفى بها الخلايا السرطانية من الخلايا المناعية ده في طرق تانية ومش كل الخلايا السرطانية بيبقى عندها الرجلين اللي بتدوس بها على الفرامل دي فعشان العلاج ده يبقى فعال لازم تتأكد الاول ان الخلايا السرطانية عندها الرجلين اللي بتدوس بها على الفرامل او هي دي الطريقة اللي بتستخبى بيها من الجهاز المناعي وده اللي كان حاصل في سرطان المستقيم بس بالطريقة دي احنا كده برضه هنبقى محتاجين علاجات منعية تانية تنفع مع كل الناس طيب ومين قالك اصلا اننا مش شغالين عن النقطة دي من فترة ابعد شوية كان الكلام على علاج اسمه الكارتي ثيل سيرابي والعلاج ده بيستخدموه في علاج سرطان الدم ونسبة نجاحه كانت بتتجاوز 80% في الحالات المستعصية فكرة العلاج ده انهم كانوا بياخدوا كرات الضم البيضة من المريض نفسه ويلعبوا في جيناتها ويعدلوها بحس يخلوها اكثر شراسة وبالتالي هيقدروا يستفيدوا بالموضوع ده بحاجتين اولا الخلايا دي جاية من المريض وبالتالي حفظة كويس خلايا جسمه فمش هتحجمها ثانيا عشان بيات اكثر شراسة فهتهاجم بدراوة الخلايا السرطانية بس ايه بالضبط التعديلات اللي بيعملوها على المادة الوراسية او الدينة بتاع الخلايا الله اعلم دينوها وبتاع الشركة انا لو عرفها مش شاعد هطلع لكم هنا بس اذا كان الدستر ليماب غالي عشان بـ 80 الف دولار فالكارتي سيل سيرابي الكورس الواحد بتاعه بمليون دولار وطبعا غالي لان الدواء ده بيتعامل لكل مريضة على حدة لانه زي ما قلنا بيتصمم على كرات الدم البضاء بتاعته وما تتوقعش ان حتى لما الدواء ده يرخص انه يرخص بشكل كبير لانه بيتعامل لكل مريضة على حدة زي ما قلنا وبالتالي مش هتقدر تنتج منه كميات كبيرة بس حتى وان كان الدواء ده غالي فاحنا لسه قدامنا فرصة تانية مع عقار جديد اسمه جيفاكس ولو لاحظت من اسم الدواء ده فاكس جاي من فاكسين يعني معتمد على الفكرة الاساسية بتاعت وليام كولي بتجيب الشخص وتحقنه بالقاح عشان يزود من كفاءة الجهاز المناعي بس المرة دي مش هتحقنه بالقاح فيروس او بكتيريا ده هيبقى القاح ضد الخلايا السرطانية نفسها بيجيبوا الخلايا السرطانية بتاع المريض ويحقنوها بمواد تزود من كمية البروتينات اللي بتعرضها على سطحها عشان يبقى اسهل للجهاز المناعي ان يكشف عليها وقبل ما يحقنوها في المريض تاني بيضربوها بالاشعاع عشان يموتوها وهو مش معقول يعني تحقنوا بخلايا سرطانية حية تروح تنتشر في حتة تانية ولما جربوا العلاج ده على سرطان الدم لانه برضو محقق النتاج وعدة بس برضو عنده نفسه مشكلة الكارتس السرابي انك محتاج تعمل علاج لكل مريض الا انهم في الجيفاكس جات لهم فكرة كويسة عشان يحلوا بها الموضوع ده قالوا مش عايزين الخلايا الخاصة بكل مريض احنا هنختار اعنى في الخلايا السرطانية في كل نوع سرطان ونشتغل عليها بحيث ان الخلايا دي يكون فيها معظم التفارات اللي بيصعب علاجها بعد كده هنعمل لها لقاح ونديها لكل المرضى سواء بقى كان عندهم التفارات دي ولا معدهمش طب هنستفيد بالموضوع ده في ايه؟ قالك 3 حاجات اولا هنقدر ننتج الدواء بكميات كبيرة فهنعالج كل المرضى ثانيا المرضى اللي كان عندهم التفارات المستعصية دي هيبقى سهلة علينا اننا نعالجهم والمرضى اللي ما كانش عندهم التفارات دي هنضمن انهم مايروحوش للتفارات المستعصية يعني هنزود من فرص علاجهم وقالوا يا جماعة لو قدرنا بالطريقة دي نحقق نسب شفا 60% من بين كل 100 مريض فاحسن بكتير ان انا حقق نسب شفا 100% لمرض واحد وشغالينا عالموضوع ده في الفترة الحالية طبعا كل الادوية المناعية دي بتبشر بمستقبل رائع في علاج السرطان خصوان يعني انها امنة واثارها الجانبية اقل بكتير من الادوية الموجودة حاليا وان كانت سعرها غالي في الوقت الحالي فده طبعا نتجة للفلوس اللي اتصرفت على الابحاث اللي اتعملت عليها لكن المؤكد ان بعد فترة سعرها هيقل عن كده بكتير وانا اعتقد ان في خلال 10 سنين جايين هيتم علاج السرطان زيه زي ايامر البسيط لكن طبعا عشان تبقى ملم باخر التطورات في الموضوع ده لازم طبعا تعمل لايك وشير وكومنت تشترك في القناة وتفعل اشارة الجرس عشان تقدر تعرف كل جديد سلام